أخوكم عبد الوارث عبد الخالق من تركستان الشرقية أعيش في إستنبول أدير وكالة الأنباء تركستان الشرقية كما نعلم كما شاهدنا في الأواني الأخيرة أن الصين تروج لأن التركستانيين يعيشون بسلام وهناك مراكز التأهيل مراكز التعليم في داخل تركستان الشرقية وهناك من الأمم المتحدة وأيضا من الدول العربية من المنظمة المؤتمر الإسلامي وغيره في بعض البلدان ذهبوا الوفد إلى داخل تركستان الشرقية حتى ذهبوا الصحفيين والمراكز الإعلامية الخارجية من الدول العربية وأوروبية أيضا أيضا الصين تجهز قبل أن يأتي هؤلاء المراكز هؤلاء تلك المراكز تلك المعسكرات تجهز سواء كان جانب المعيشي لهؤلاء المحبوسين سواء كان جانب التعليمي التي تريد الصين تجهز هذه المراكز ثم بعد ذلك يأخذون هؤلاء الوفود إلى هذا المركز لا يترك أي منظمة أو أي شخص أو أي وفد التي تأتي من خارج التركستان الشرقية لا تترك أن يزور المكان الذي تريد تلك المنظمة فتأخذ الصين المكان الذي تريده هو التي جهزت بنفسها تأخذها إلى الأماكن التي مخصصة لأجل أن يوري هؤلاء المنظمات التي تأتي من خارج إلى داخل تركستان الشرقية فلذلك الصين بعد أن يذهبون هؤلاء المنظمات أو صحفيين أو إعلاميين إلى تلك المنطقة فيعتوا أمال ضخمة كثيرة جدا حتى يسكتوا ما رأوا في هذا الجانب فلذلك لا يمكن أن نصدق ما يجري في داخل التركستان الشرقية ولا يمكن أن نصدق ما تقول الإعلام الصيني الكاذب الفاحش في العالم الخارجي وجزاكم الله خيرا